بسم الله الرحمن الرحيم زي ما وعدتكم في سلسلة اسبوعية أتكلم فيها كل يوم سابت عن سبع تلميحات في نظام الماك واليوم راح أتكلم عن البطاريات في كمبيوترات الماك في البداية عشان تظهر حالة البطارية في البار العلوي كل عليك تروح إلى تفضيلات النظام وبعدين تضغط على Energy Safer ومن هنا تفعل هذا الخيار فرح تظهر لك حالة البطارية في البار العلوي التلميحة الثانية لو جيت ضغط على حالة البطارية في البار العلوي فرح يعطيك إذا كانت مشبوكة على الشاحب ولا لا وشالبرامج اللي تستهلك بالبطارية وتقدر تظهر أو تخفي النسبة المئوية لكن لو حبيت تعرف معلومات أكثر كل عليك أنك تضغط على Option وبعدين تضغط على حالة البطارية بالماوس فرح يمهلك حالة البطارية ممكنها تكون Normal يعني طبيعية أو Replace يعني ينصح كأنك تغيرها سواء حالا أو قريبا التلميحة الثالثة لو حبيت تعرف البرامج اللي تستهلك من البطارية أو وش ترتيب البرامج اللي تستهلك من البطارية تروح للنشباد تدخل على مجلد الأذر وبعدين تدخل على Activity Monitor فالآن تتأكد أنك مختار Energy من الأعلى وتختار الترتيب بحسب استهلاك البطارية فرح يظهر لك البرامج اللي تستهلك من البطارية الآن فلو كان في برنامج يستهلك كثير تقدر أنك أنت تقفل أو تعملها أن إنستور التلميحة الرابعة لو حبيت تعرف عن عدد دورات شحن البطارية تروح إلى علامة التفاحة وتختار About this Mac رح تفتح لك هذه النافذة أختار System Report أو تقرير النظام فرح تفتح لك نافذة أخرى تأكد أنك أنت مختار بور من الجهة اليسرى فالآن رح يعطيك معلومات عن البطارية مثل كم فيها من شحم بالميلي أمبير أور ورح يعطيك عدد دورات الشحن فلاحظة أن عدد دورات الشحن عندي 254 وحفظ هذا الرقم لأنه رح نحتاجه في التلميحة اللي بعدها وإذن رح يعطيك هنا إذا كانت مش مكة على الشاحن ولا لا وكم الشاحن يشحن البطارية بالواط فتقدر تعرف إذا كان الشاحن يشتغل ولا لا طبعا عدد دورات الشحن بالنسبة لأجهزة الماكبوك الجديدة هي ألف دورات شحن نقصد بدورات الشحن هي شحنها من صفر إلى مئة بالمئة على سبيل المثال إذا وصلت إلى خمسين بالمئة شحنتها إلى مئة فهذه تعتبر نص دورات شحن لكن الأجهزة القديمة اللي قبل ألفين وتسعة عدد دورات الشحن فيها خمسمية دورات شحن التلميحة السادسة لو حبيت أنك أنت تغير البطارية في موقع iFixit تقدر تطلب مننا البطارية اللي خاصة بالماك تبعك تقدر تكتب باتري فور ماكبوك تختار الحجم وتختار سنة الصنع وراح يعربون عليك البطارية المناسبة مع التولز أو الأدوات اللي تقدر أنك أنت تغير فيها البطارية سعر تغير البطارية تقريبا بحد أعلى مئة وخمسين دولار للأجهزة الجديدة طبعا ممكن أنك تغيرها عند الوكلاء المحلية ممكن توصل إلى خمسمية أو إلى ستمائة ريال تقريبا التلميحة الأخيرة وش أفضل طريقة للتعامل مع البطارية بالنسبة لي أنا أشوف أنه أفضل طريقة للتعامل مع البطارية هو أنك تستخدمها بأي طريقة تعجبك أنا على سبيل المثال كمبيوتري معي طول الوقت فأشبكها بالشاحن وبعدين إذا جيت طلعت يشتغل على البطارية وإذا فضل الشحن أرجع أشحنه الجهاز هذا صال معي سنة ونص زي ما لاحظنا الرقم 254 دورة شحن طبعا عشان يوصل ألف بحسب استهلاكي الحالي اللي هو يعتبر استهلاكي كثير ممكن أحتاجت ست سنوات وقتها الكمبيوتر راح يكون أصلا يعني ما هو جديد ويحتاج إلى تغيير لكن لو غيرت بطاريتها راح يرجع يشتغل زي أول ما اشتريته فنصيحتي في التعامل مع البطاريات استخدمها بحسب احتياجك إذا لا تخليها مشبوكة على الشاحن طول الوقت فهذا راح يضرب البطارية وأيضا في حاجة مهمة لو ما كنت راح تستخدم الكمبيوتر أو راح تخزن الكمبيوتر الأفضل أنك تخلي تشحن الكمبيوتر إلى 50% وبعدين تخزنه لكن لا تخزن الجهاز وهو مش حومية بالمية أو لا تخزن الجهاز وبطاريته 0% فهذا راح يضرب بالبطارية وأيضا في حاجة أخيرة أنه لا تجي تستخدم البطارية لحد ما توصل 0% فهذا يقلل من عضوها لكن في النهاية مع كل التنميحات الأخيرة اللي أنا ذكرتها عن طريقة استخدم البطارية ترى ما راح تأثر كثير في زيادة عمر البطارية البطارية مصمم أنها تشتغل بحد أقصى أربع سنوات إلى خمس سنوات وبعدها تحتاج تغيير سواء استخدمتها أو ما استخدمتها هذا اللي أنا حبيت وضحه اليوم لو كان عندكم أي شئ لو استفسار بتقوموا تحت في خلق تعليقاتها وسألوني على حسابي في السناب نصايحكم عنها وتفكرون أن نسوي سلسلة مثل هذه السلسلة خاصة بالآيفون ونظام الآيو اس يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم